بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات المرحلة السلام عليكم مرحبا بكم طلاب الصف الثالث الثاني والقناة من السؤال الثالثة لشرح تفسيط قاعد اللغة الانجزية ان شاء الله مستمرون معك فحل المجموعة من تدبات منها كتاب جيم العام 22 ان شاء الله نهاردة هنختتم 11-11 مع التست بتاعها اللي بدايت وموجود على صفحك 211 في صحيح مع الله بركة الله نبدأ اول جميع الفروض بقول فيها الشرطة بتحاول ان هي تكتشف ايه عمي تكمل بمعنى قاتل ولكن هذا سوف يستغرق وقت يعني الحكاية تاخد وقت يعني طيب هم عايزين اتعرفوا على ايه او اكتشفوا ايه كم تكتشفوا ايه بقى هوبي هواية ولا هو مين والحاجات دي ولا فرصة ولا بمعنى استقرار لهم عايزين يتعرفوا على هوية القاتل إجابة وحيدة صحيحة اتنبوا لك فيها موظم الفنادق الخمس نجوم ان ايجبت في مصر هاز ا فيها ايه عمي سطف السطف اللهم فلق العمل لتعاون مع السائحين من انجلسيات مختلفة يبقى ايه مصطفات الناس اللي شغالها في الفنادق ديه متعددين الثقافات ولا متعددين اللغات ولا متعدد الكلمات متعدد الاعراق يعني من اجناس مختلفة انت بتتعامل مع سائقين من دول مختلفة يعني عايز اكتر من لغة يبقى لازم الشخص اللي شغال بالوقع الايه متعدد اللغات اجابة وحيدة صحيحة ثلاثة لدوكمنس الوثائق ار ايه عميكمل اند شود انت بي ويجب الا بابلش ناشراء ان اني نيوز بيبر ايه جديدة يبقى عايز اقولك اني تم تصنفها كأنها حاجات سرية طيب تبقى نون عارفة او علمة فيمس مشهور كاتيجورايز كاتيجورايز هنا بمعنى ان انت بتركتب لحاجة في مجموع عنه بمعنى يصنف يعني يصنف يعني كأنك انت كده عملت لها حظر زي ما بقى اجابة حسيني احنا في جملة رقم ثلاثة اربعة صديقي عنده دماغ كويسة في ايه ها يا عمي سور ايه لان كان مش مندهش لان انها بقت محزنة عندها دماغة حلوة في ايه العرقام والحسابات والدنيا دي ولا مهارات ولا ارت الفن ولا شبس الاشكال لا هي عندها دماغة الله اكبر عليها بقى في الارقام والحسابات والدنيا دي فعشان كده اشتغلت مخاسبة اتحركنا الشاشة بحيث ان خمسة تكون هي العنوان متاعها واحدة من الطرق من افضل الطرق اللي الواحد يحافظ بها على نفسه بصحة جيدة ان انت يكون عندك ايه بقى ايه ضايت ايه مواصفات الضايت اللي انت هتعمله ده يكون نحفوز حفزا جيدا معروف معرفة جيدة مشهور يعني ولو متوازن ولو معد اعداد جيد لا لازم يكون يعني يعني في توازن ما بين البروتين وما بين الكاربوهادرس والحاجات تمام ستبه لك فيها تكنولوجي تكنولوجيا تكنولوجيا وساعة ايه كمل يعمي بين الناس المؤيدين والمعارضين للمهارات الكمبيوترية عملية ايه والساعة ايه جاب فجوة ولا هول ثقب ولا سبيس فراغ ولا ليك تسريب والساعة الفجوة جاب الفجوة ما بين المعارضين والمعارضين الكمبيوتر زادت المسافة بني سبعة النساء ينفقنا ملايين الجنيهات ايه منتجات ايه الثروة بيوتي الجمال تجربة معملية وسبورتي رياضي لا الستات بقاء مرحوم مصطحة حتى التجميل واصرب زي ما انت عايز يبقى بيوتي ايجابي تمانية هي بتتكلم بفخر فيما يخص انجازات ابنها ده او برايد هنا برايد هنا معناها فخر مشابهة في المعنى الايه خبرة ولا شك ولا عدم احترام ولا استيم تفاخر تباهي هي بيه يبقى برايد هنا عملة زي ايه زي استيم تسعة لم ياء ما لها يا عمي نحكي بليك كومة صبور شوي ها father is an important man وليدها وراجل مهم يبقى الحكاية ده هي ايه انت كده عايز ملكية عايزوا لي تفكيلوزة قبل ملكية وصبورن ناسيوت in 2004 يبقى اول هير فاظر لم ياء هير فاظر طبا خلاص لم ياء موجودة هير ليه فبنجيب جوز ملكية ولا هو فاعل او مفعول عاقل ولا ذات اللي تنفع فاعل مفعول عاقل انا قلت عايز ملكية اللي هنا في مملوكة هو يبقى اول his father is لم ياء اللي ابوها كذا اجابتنا في جملة طبعا ده ملكية ماشي ده ملكية عشرة ده سويتر ما له سويتر عمي كامل my father bought me is very big عايزوا لك السويتر اللي بابا اشترهوا لي كان كبير جدا طب انت عايز ايه هنا انت عايز هنا هير فاعل او مفعول عايزوا مفعول ليه يا عمي بدليل ان فاعلها ده الفاعل وده بوط الفاعل بتاعه جميل طب هو عاقل او غير عاقل يلقى على الاب للفرض هتلاقيها سويتر عن غير عاقل يبا انت كده عايز مفعول بغير عاقل what لا ملاهج دعا who's the ملكية قوم عاقل which هي اللي تنفع غير عاقل هاخدها ايجابة واحدة صحيحا ونحرك الشاشة عشان تبقى اقومنا رقم 11 هي عنوانها جولا فيها my grandfather says جدي يقول that he proudly remembers the day كل الفخر اليوم ايه بقى he got his inverse degree الذي حصل فيه على درجته العلمية تمام الجمعية يعني مش بيقول لك يوم طب بما انه يومي بداء ايه الريدف كلوز بتاعه هم مفعول بغير عاقل ولا وير المكان ولا وين الزمان ولا هزن ملكية لا انت عايز زمن مش بيقول لك دي يبقى خلاص هاخد وين ايجابة واحدة صحيحا 12 هادي يوسين هاك رأيتم رحتها من جمين يا عم i bought from London اه بيقول له انت شفت اللي انا اشتريته من لندن اه ما اشتريته هده ما يبقى انت كده دماغك تروح لي what اللي انت معتقد انها كلمة سفاة هي ليس الكلمة سفاة وط هنا جاب معنا ما اشتريته عايز يقول له يعني هي كده وقدة فكرة relative close which لا و that و where ايضا خطأ في تطلق شبرك فيها our teachers has اعفوا our teacher has معلمنا has هاز ايه اصبر شوائي voice معناها صوت that every student can hear what he says اه عايز اقول لك انه صوته مرتفع بدرجة كافية لكل الطلبة يسمعوه طب نقولها بايه so loud voice ولا such a loud voice الا enough ولا two انا هاخد صوتش اه لاني لما يكون الاسم القائد الاسم اللي انت بتديله صفة مع صوتش قابل العدد بيجيب صوتش بعد كده اه بيجيب الصفة وبعدها يجي النون اللي بيفصل ما بينه وما بين that ننتقل للمش بعض عشر المحل ده بيبيع بيبيع ايه عمي سويترز بيهم موصفات السويترز هاية يا ترى هذه ودي ما تنفعش نتفعش تكون صفة مركبة طب طبعا وقد ظرف المحل ده من اجلان ده ولا good made ولا ولا أنا عايز لانا عايز المفعول به او بمعنى صح عايز لاني عندي تصريف التالت لما بيجيبه معه زارف زي كده بيسموها اسم المفعول وده اللي بيكلم عن السويتر اسويتر زياني ده انتقام مفعول به فانا عايز لها تديني ده تديني ده تتكون من اهلاً من الجزئين. وصيف التالي هو ميد. خمس يقول لك هي بيز ماشي. مصبر على بيز. لو تكون مش مبنى هيدفع. تمام. معناها ينتبه. يعني هو عايز يقول لك يبيني اهتمام ضئيل. لما انا بقوله وده بيزعلني. نوقي هنا. لاني ينفعي وراها لتل ما انفعش اقول ساتش طبعا انتو بتديني معنى نافي وساتش وحدها برضو خطأ يبدأ سو ينفعي وراها لتل وينفعي وراها ماتش وينفعي وراها ميني لكن ساتش لا. طيب في ستشبه اللي فيها الولاد بيسلوك سلوك حسن جميل هي از انا عايز اقول هو هو ولد حسن السلوك تتقل ازاي تتقل جود مع تصريف تالت الصفة مع تصريف تالت ولا الظرف مع جيران اللي هو اسم فاعل كده ولا الظرف مع تصريف تالت ولا الظرف مع اسم زرف واسم لانا هاخد زرف وتصريف تالت اللي هي تمام عشان تبقى ودي اللي بتبقى اسم المفعول خلاص كده كده اسمه المفعول وده اللي نعايزه لوصف هذا الولاد لبنتحرك مع الشاشة شوية نجيب جميلة سبعتاشر اللي اقولها فراغ كده كزا بيتم باستخدامه لتأكيد. كلمة في جملة. لما يكون عندك كلمة مهمة جدا جدا في جملة وعايز تلفت لانت بقى اهليها. تحطها في علامات اللي يتونفت كوماز اللي حمد زي ستة وستين تسعة وتسعين بحط فيها كلام مختبس. اللي هي علامات القطع اللي هي تلات نقطة اللي جانب بعض. مش محتاجة الجامعة كوماز. ولا داعش ازي اللي هي الشرط. لأ انت لما يكون عندك حاجة مهمة في جملة عايز تبريزها بتحطها في. بقولوها علامات تنصيص اللي بقولوا عليها. طبعا التناشر. مين الجملة اللي جاية? بتاعها سليم. احنا هناخد الجملة الاول وبعدين نقول لك ليه بتاعها سليم. اخر جملة هي بتاعها سليم. ايه اللي حاصل هنا? اللي حاصل هنا اني عندي حد بيقول عن نفسه انه عندي وقت قليل جدا يسمح له به تعلم اللغة معينة. تمام? طيب. هو عايز يفسر هو ليه يقول كده? يعني ليه هو شايف ان الوقت ده قليل. علشان يفسر بيروح يجيب ايه اللي شايفها ليه? اللي هي النقطتين فوق بعض دون. علشان الجملة اللي جاية تكون شرح وتفسير للجملة اللي عدد. اللي هي ايه? بقولك والله شغلة هيبدأ بعد خلال الخمسة السابقة. يبقى هو بيبرر او بيدي تفسير هو ليه الوقت اللي فاضل قدامه على تعلم اللغة? ما يكفي شي. ان الوظيفة هتبقى. خلاص? يبقى عندي جملة اولى. اللي هي تمام كده? هنا هو الوقت اللي عنده قليل. طب ليه عن وقتك ليل? راح حطي لك دي. وبدأ يقول لك اوالله خلاص? طيب طبعا اللي هي موجودة ومش يعني فيه هاش فيها كتير. في جرال هي اللي جاية كابتل والباقي ماشي عادي جدا. وبعد كده هي قد الفلسطوب. الكلام اللي بعد بيبقى حرف سمول عادي جدا. مفيش مشكلة ايه خالص. طيب. هادي الاولى. طيب الهايفن دي هتطالق على فكرة بديل للكومة. يعني الهايفن دي زيها زي فكرة اللي هي زي ما يقوله بتعطي في جملة تانا على بعض يعني او كانك بتدي لستة. طيب حضطها ليه? انت قل ليه حضط على علامة التعجب. هي دي جملة متعجب منها عشان تحطها بشكل تعجب? طبعا الخطأ. وكده هنأكد اني الاختيار دي هي الجملة الوحيدة الصحي. نتحرك مع صفحة امتين اتنين وثلاثين عشان نلاقي عليها الجملة تسعة عشر. في اي نوع من انواع المقالات? do you need to include sensory details? كلمة معنى الحرف اللي هي حاجات اللي هي علاقة بالاحساس. حاجات حسية يعني. تمام? and descriptive language ولغة بيكون فيها وصف تقعد توصف ومش عارفة والكلام من ده. ده ايه نوع ده? ده نوع اللي هي الروائية انت بتقعد تحكي وتقول يمين وش مال وروحنا وجينا وتشوف كده. ولا argumentative جدلي بتحاول انت تدي نقاط جدلية مع احد. تمام? ولا توضيحي في معلومات ولا يعني ولا حاجة منهم. لا. النهاراتب. النهاراتب اللي هو الروائي بتضمن فيه انت حاجات حسية وبتضمن في حاجات فيها وصف مع بعض. اتنين بيكون توقفين. لو انت رح تريح لا بتقول والله رحنا واستمتعنا استمتعنا دي حاجة ليعلك بالاحساس. تمام? وشوف اننا كزا وراح كزا انت كده بتوصفين بل انه متحققين في النهاراتب. عشين بيقول لك ايه من اللي جايدة قاعدة? تتبعها عندما بتبعت ايميل ايه الايميل ده مواصفاته يعني ايميل رسمي. طبما ان ايميل رسمي ايه اللي انت تتبعوا من ده? اللي هي اللغة اللي بيقوله للمخاطب يعني اللي رح له جلاد. الايميل? لأ. فاضل بي ان انت بتمضي باسمك كامل دي اللي نستخدمها لما تكون نعمل ايميل ليوظيفه. نروح للقطعة الاولى اللي جاية في الامتحان. والقطعة دية بتتكلم عن الفرق ما بين الناس اللي بنقول عليهم والاخرين بنقول عليهم الناس اللي بنقول عليهم ده انسان دايما رابح او كاسب وده بنقول عليه انسان خاسب. ليه طيب فيه فرق ما بين اه 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 هو طبعا ان الكاتب اللي بيقولنا احنا ممكن نفرق ما بين نوع من الناس. طب ليه كيف يفرقهم من نوع ده? طبعا في البداية الانسان في بدايته او حياته الاولى وهو في العائلة بيبقى انسان اللي قول عليه ديبندن. يعني ديبندن? للأسف ما عنده معتمد اعتماد كبير على العائلة وفي كل حاجة. كمان ما قال ليه كمان هلبلس. هلبلس معناها يعني ما فيش حاجة بيده زمن. لكن بعد شوية لما الانسان بيكبر ويبقى عنده فرصة انه يبقى مستقل ومعتمد على ذاته. بنقدر نقسم الناس لينوعين. الانسان الونار. الانسان اللي هو بنو عليه انسان طابح او كاسب. هتلاقيه هو الانسان القادر على تغيير الموقف والحيئة والحالة اللي هو عليها. تمام? الى افضل ما يقوم. ويعوم وما بيلوم على الاخرين. على الاخطاء اللي هو بيقع فيه. يعني هو الاخطاء لكنه ملومش على الاخرين. بيتعلم الاخطاءه. دايما بياخد قراراته بنفسه. ممكن يسمع على رأي حد. ويناقش الموضوع. لكن القرار النهائي ليهوب. تمام? ممكن يفشل في قرار خده بعد شوية. لكنه مش 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 مشكلة. بيرجع كم من طريقه تاني لانه عندي حاجة اسمها اثقة بالزال. الفايز دايما هو الانسان او الربح دايما هو الانسان اللي بيتغلب او بيتخطى مشاكله واخطاءه وخبراته. وبيستفيد منها. ودايما طال الوقت عندي انثوسيازم. عندي حماسة اللي الاستمتاع بالعمل واللعب اللي بيلعبه والطعام اللي بيأكله. الطبيعة اللي حواليه كلها بالنسبة له. طبعا هو هنا هو بممكن ممكن في لحظة ما يأجل المتعة بتاعته في في مقابله في مقابله الواجب اللي بيودعينه. لكن على الجانب الاخر والاكس تماما هتلاقي الخاسر الانسان الفاشل. هو الانسان اللي مش بتعلم من اخطاء. ولا كمان بيحب بيبقى عنده مسؤولية. ودايما كل حاجة تحصل معا يكبها على الاخرين. والله هم السادة راح مش عارف ايه. ماشي. ودايما تلاقيه. بيكلم فكرة ايه الامراض والالقسوة العدم السعادة. هتلاقي بيقول لك بيكلم الاقات انها الاقات سيئة. خبرات سيئة. يعني دايما عمالي كب على الاخرين ملوش دعوة ايه. نفسه بعيدة خالص ما يعني حتى لدرجة اني ممكن لو طالب فشل في امتحان الماثيماتيكس. مسلا انا راضيات يرمح الوادي يقول لك ايه. والله هنا يا جماعة انا انا عمري ما كنت كويس في راضي. يعني عمي طب حاجة احسن من نفسك. اروح لقدام شوية لا 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 لا. انا خلاص بيستسلم من الدنيا دي ودايما بيعلى اخطاء وزي ما قلنا على الاخرين. اه طبعا الكاتب من خلاص بيقول لك ان الانسان اللي هو الفاشل دايما بينتظر ان يحدث شيء من بعيد عنه هو حلو عشان احتفل به. او مش هو اللي بيشارك فيه. لكن اه تمام حد غيره يعمل له الحاجات كويس حد غيره يحل له مشكلاته. يعني طب انت حل المشكلات لا 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 انا انا فاشل انا ما اعرفش. طبعا ده خطأ تمام. نتحرك مع السيلة اللي جاية على القطعة الاولى وايه اول سؤال واخد رقم واحد وشيء عندك قولك ايه? واحنا اللي احنا مش بنبقى عندنا في البداية في اقول حياتك. لما ما ترش عندك قدرة ان انت تختار انك تكون ناجح او خاسر. لان في الفتر دي زي ما قلنا بنبقى ايه? بنبقى معتمدين على العائلة وبنبقى العائلة بتخلينا دي هي المشكلة. اتنين وعشرين. من الصفة اللي جاية اللي ملهاش علاقة بالناس الرابحين الفائزين ما ينفعش اقولها عليهم. هي. they only listen to others and follow in their footsteps. يسمع للاخرين. واللي يقولوله اللي عليه يعملوا. لا طبعا. الانسان الرابح او الكاسب. الانسان اللي يسمع من الاخرين اه لكن الرأي النهائي ليهو. تمام? what do winners do if they fail at times? اللي بيعملوا الناس الرابحين لو في مرة لو مرة لو مرة هتعرض لنوع من الفشل. ما فيش مشكلة. they keep their self confidence. وهو عندي ثقة بذاته. وبيكمل حياته وماشي عادي جدا بسيمان. ويعني بيتعلم من الخطأ ده وما بيحاول ما بكررهش تاني. في اربعة عشر. what happens when losers find excuses and don't try to change. اللي بيحصل لما الفاشلين بيعملوا بيحاولوا يلاقوا اعذار زي ما بيقولوا ومش عايز يتغير. ده على فكرة ده كمان حاجة برضو احنا ممكن احنا ما عارفش نساء قلناها ولا نسناها. يعني الجمع اللوزرز هولا يكره التغيير وبيحب الحياة النمطية. ما هو خايف. خاف انه من تجربة ابد. طيب بنقول انه they remain losers بيحظلوا خاسرين او فاشرين. نتحرك مع الصفحة 233 عشان انجل سواء خمسة وعشر ساعة. طبع الاولى. what the following doesn't describe losers. ايه من اللي جاي ما ينفعش توصف بيه الخاسرين. ايه هو الاختيار بي. they are never good at math. ماشي? انه ما اولا كي لا احنا مش مش اه 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 ما ده ما ينفعش اوصفها بيهم ان ده مش حقيقة. ده هو بيعلق شمائط الاخرين. what does underline word postpone? كلمة بصبون معناها يؤجل. تمام? معناها يؤجل. ايه بقى? اه قلدها لك انا. to put off until a later time. اللي هي يؤجل. مش محتاجة ترجمة اكتر من كده بالعب. 27. what is the best title to the passage? ايه افضل عنوان نحطه للمقالة ده هي? winners and losers. الرابحين والخاسرين. losers usually feel. الخاسر دايما بيشعر بيها شباب. يشعر بانه انه قلب. ماشي صح. انهبي غير سعيد. ماشي صح. ارد متضجر. ماشي صح الله. طيب كلهم ينفع. يبقى تاخد الاختراع يقول لك ايه? اولو فزيس. طيب. ننتقل للقطعة التانية والتي تتكلم في حاجة جميلة جدا وهي الاختراعات وتعامل الناس معها. الاختراعات لها نوعين من التعامل. اما ان الناس وده هيكون حاصل وكتير جدا ناس ترفضها او ناس قليلة جدا تقبلها. وحتى او مهما كان جمال وروعة هذا الاختراع. والدليل على كده موضوع الطيران واختراع اول طائرة. واللي انطلقت في العام الف في سبعتاشر ديسمبر في العام الفسمائة وتلاتة. وطبعا معروف ان اللي بدأ الموضوع ده بدأ اول تصنيع ما يمكن ان نطلق عليه طائرة هما الاخوة الاخوان. تمام? الاتنين دول الاخين طبعا في البداية في ناس اعتقد انهما حمقة لما بدأوا يطلقوا هذه الالة بتاعتهم. وفي ناس في الحد بالحكاية. تمام? لكن العادي جدا زي بقولنا ان تكون هناك اه اه ناس مشككة في الاختراع او حتى بترفضه وتتهمك بال بالهبل يعني زي بقول طيب. اولفر وويلبر رايت طلوع من هم كانوا مهتمين في الطيران والميكانيكس اللي هو شغل الميكانيكس يعني. اللي هي الالات والميكانيكس الحاجات ده هي. وكانوا بكسب قطب من الحكاية دي كانوا بيبيعوا ويشتيروا الطائرات والميكانيكال تويز. اه تمام الكايتس انه اللي طاريتك البداية طينات ورق. بعد كده الميكانيكال تويز. بعد كده بدأوا يصمموا ميكانة بتطبق اه ورق الجلايد. اه عملوا اه اللي هي بتاعت الات طبع الصحف. اه اشتغلوا على كانوا بيصلحوا الدراجات. في الحد سمية واحد او اقتبروا اول جلايدر بقولوا عليه طائرة شرعية. السمية وتلاتة وصلوا لموضوع تمام اللي كانت تكلفتها ساعتها حوالي الف دولار. اه كمان اه بدأوا يصمموا حاجات كتيرة جدا. كانوا صمموا موتور بيشتغل بالبنزين علشان يشغل هذه الطائرة. وهكذا. تمام كان لهم مجموعة من ايه المحاولات. وبنقول اني اه الطائرة اللي هم عملوها ان هي انطلقت في سبعة عشر ديسمبر. قدرت انها تقلع اه في اه تقلع لي مسافة بسيطة جدا. هي كل اللي طارتهم عشر سانية. المسافة اللي تتحركها مية وعشرين قدم. تمام? اه مع وصلنا العام الف وتسعمائة وخمسة كانت الباقي الفكرة اكتملت اكتر والامكانية بقت اقوى لانهم قدروا يخلوا الطائرة تلف وتروح في دايرة وتزل في الهواء لمدة نص ساعة. لمدة نص ساعة. ودي طبعا كان ايه انجاز عظيم جدا. ماشي فيه ناس باقبوا لك الناس كان بتجري في البالونز بالتربيق. لكن الاخوة يمكن اعتبارهم او النظر لهم لان هم الاب الحقيقي او الاباء الحقيقين للطائرة. نتحركهم على السل اللي جاء على القطعة التانية واول سؤال واخد راقم ساعة عشرين والكذا. اول طائرة اول اه اول اه اول اه اول الطائران. ده اللي ادري اختلاعها الاخوة رايت كانت طارت لديتا لحوالي اتناشر سنة. بعض الناس كانوا متغلين لاخوة رايت ما لهم با لما عملوا اول الاب كانوا فاكرين ان هما ناس اه حمقى اللي هي اكتد ويز اه without thinking. ايه اللي صمموه تاني الاخوة رايت بالاضافة الى بتاعتهم. الحاجة اللي عملوها املوا اللي هي الالة اللي كان عندها قدرة على انها تطبق الجلائد والدينة دي كلها. وعلى فكرة هم عملوا برضو يعني دي من الحاجات اللي عملوها طبعا بس ابو ما اجاب ليش اتاحها لخيارين فهاخد افضل حاجة فيهم. لان احنا ممكن اقول لي مسلا طبعا هم عملوها. طب بس هنا لان وليه نتحرك مع بعض التدريبات اللي هي جاية برضو على القطعة التانية والسؤال اتنين وثلاثين. هما للاخوة رايت عملو اه موتور يعمل بي البنزين ليه? عشان هو اللي حرك الطيارة. المعنى الحرفي ليها طاقة. بس المفلوب ده ان هي بتخلي الشيء يتحرك. تدير كزا. في اربعة وثلاثين. المشكلة كانت مع اول اهل الطيران عملوها. قال لك كان بتهتز بسبب الموتور اللي فيها احتزاز رعيب جدا. يعني اللي جواها. الناس ممكن من كتر الرجل اللي بتعملها ديه يفقد الوعي وموته. خمس وثلاثين ده بيستاتيل تو ذا باسج از. افضل عنوان ممكن نحطه للقطعة اللي احنا شغالينا عليها ده هي هي دا رايتس. دا رايتس طبعا مقصود بها رايت برازرس عنها. and the invention of the plane واختراع اتقر. في ستة وتلاثين ده ان الناين ترناون اتس. اتس هنا وحسب القطع قائدنا بترجع على نتحرك مع السؤال سبعة وثلاثين وهنا تبدأ الترجمة واول جملة باللغة الانجليزية بيقول لك فيها افضل ترجمة اللي جملة حيشارين عليها هي الحرف سي. قلت الاول عليها آآ آآ خط كده وبعدين نقول لك هي ليه افضل تمام? نقول هي ليه افضل? تفخر مصر دائما برجال الفنون المتميزين. معناها متميز. تمام. نجيب محفوظ. نجيب محفوظ هو اول رواق مصر يفوز بجائزة نوبل. هكمل معناها في الاداب في العام ساعة عشر تمانية وتمانين اهي. تمام? تعالى بنقول ليه التانية خطأ. تفخر مصر دائما برجال الفنون المتميزين لحد هنا فيش مشكلة. نجيب محفوظه اول رواقي مصر يفوز بجائزة نوبل للسلام. نجيب محفوظ ما كان براجل آآ سياسي وبتاع سلامه وحروبه ده. لا ده راجل اهد. اهديب. نقول لي بعدها. تفخر مصر دائما برجال الفنون معاشية المتميزين. نجيب محفوظ هو اخر رواقي ازاي? لا ما حصلش الكلام ده. برضو جايب لك للسلام. هدي غلطة تانية. ده بالاخيرة. تفخر مصر دائما برجال الفنون الفخورين. اه اه مين قال ان هم مفخورين? هو قال لك متميزين. تمام? نجيب محفوظ هو اول فيزيائي. محفوظ دك الراجل فيزيائي? لا. تمام? جهاز نوبل لسه لان برضو. شو الجملة التالتة فيها كم غلطة? يا سياتر. طيب نتحرك مع جملة تلاتة اه تمانية وتلاتين. واللي بيقول لك فيها افضل صياغة للجملة التانية دي عندنا هي الحرف بي. نحط بس الاول عليها قط وبعدين نقول هي ليه افضل. افضل اختيارك فيه. بيقول لك فيها تشغل بقى اهدكشن is one of the most serious problems that affect people's lives everywhere. الحد دي كله على بعضه. يعتبر الادمان من اخطر المشكلات التي تؤثر على حياة الناس في كل مكان. ادكشن يعني ادمان ودي الدنيا تمام. ماشي. تكنولوجي ادكشن اللي هو ادمان التكنولوجيا. the most widespread type nowadays. اهي. ادمان التكنولوجيا هو النقعة الاكثر انتشارة في الوقت الحاضر. جميل جدا. طب قارن بقى. يعتبر الادمان من قال لك انها هو اشهر. فين كلمة اشهر هنا هو. بيقول لك ايه. قال لك the most serious. كلمة serious معناها اخطر. مش انها اشهر. المشكلات التي تؤثر على حياة الناس في كل هنا بيقول لك كل مكان. خلاص كده everywhere معناها كل مكان. هو قالها ايه? هو قالها في كل زمج. يعني كفيها كده اخطاء لو دولة هم الاثنين اللي موجودين. ان واحدهم بيكون لك. يعتبر الادمان من اشهر. كلمة فين? كلمة اشهر? عمل نفس الغلطة. طيب المشكلات التي تسري اه تسري معناها يعني الحاجة كويسة. لا ده هو بيقول لك effect. كفاية الغلطتين دولة. يعتبر الادمان من اخطر المشكلات التي تؤثر على حياة الناس في كل مكان. قاعدينها تمام. استعمال التكنولوجيا? لا هو مقالش استعمال التكنولوجيا. هو بيقول لك ايه? هو بيقول لك ادمان التكنولوجيا. طيب نتحرك مع جملة تسعة وتلاتين. هنا بقى لغة عربية عزي نحاول الانجليش. قلت لك فيها تتأثر البيئة بالنشاط البشري في شتة مناحي الحياة. مناحي بمعنى جوانب يعني. لهذا السبب يعد الانسان اهم انصره في الحفاظ على البيئة او تدميره. يعني الانسان يكون هو الافضل في الحفاظ عليها ياما يدمره. الجملة في الاختيار به هي افضل صياغة للي احنا شغالين عليه. طيب نجيبها ونقول هي ليه افضل والبقين ليه ليسوا آآ يعني ما نفعش اجابة. طيب تتأثر البيئة بالنشاط البشري في شتة مناحي الحياة. تمام. the environment البيئة هي. تمام. is affected by جملة فيها بناء المجهول. by human activity. النشاط البشري تمام. in various works of life. الله works. هي works معناها ايه? معناها شوية. طيب جميل. لهذا السبب يعد الانسان اهم عنصر هدي بالاوة. for this reason man is the most important element. كمل في الحفاظ على البيئة او تدميرها. in preserving. كلمة preserve معناها الحفاظ على. or destroying the environment البيئة الحفاظ عليها او تدميرها. ها قارن بها. the environment is affected by affecting. لا. دي خطأ. انت خليتها مستمرة ليه? human activity in various works of life. تمام. for this reason. لهذا السبب. طيب هو بقول لك. ايه ذمان. يجب له منين ذا. دي غلطة تاني. انا مش محتاج. لان هنا هو ماد مبسوط بها الانسان. مش محتاج قدامها دا التعريف. تمام. كيف فايا كده له فيه خطأ تاني. يعني كفايا ده. the environment is infected. اه. infected هنا معناها يتعدي. ما نحن بالعادة هو كلام من ده. يعني اللي هو دي الخطأ الوحيد ايه لكافت. يعني في عندك كلمة شايفها? الواجبة بديل طبعا ده خطأ اساسا. معناها يستحق. قابل لي بعدها. ها? the environment. تمام? the environment is affected. ما يفيش مشكلة فيها. بايوما. كلمة معناها ابداع مالها يدعو به الانشطة والكلام من ده. ودي برضو زي ما قلنا ايه لو كانت هي آآ لكان لكافت. وبرضو هجاب غلطة تانية جاب تحتها على طول كي جاب كلمة. شايفها? يعني كفايا دي اخطاء دي تقتل الجملة ازا بيقول. نروح للجملة الاخيرة. ويقول لك يفضل اصحاب العمل الموظفين المؤهلين المهرة الذين يجدون مهارات الكمبيوتر والانترنت بالاضافة لعمل تحت الضغوط المختلف. التالك الافضل للجملة اللي احنا شعينا عليها هي الصياغة الخير. الصياغة دي. ناخد لها اختيار الاول نحط عليها علامة. وبعد كده نروح لي نقول هي ليه افضل من الباقي. بيقول لك في ها يفضل اصحاب العمل الموظفين موهلين المهارة. اي. ام اصحاب العمل. الذين يريدون مهارات الكمبيوتر الانترنت. يعني انسان كفء بقى. تمام كده? ماشي? تمام كده? مهاراتكم من انترنت. تمام? بالاضافة العمل تحت ضغوط مختلفة. بيكمل طبعا اه انترنت سكيلز. طارن بقى قول بقى غرض ليه? معناها الموظفين. مش اصحاب العمال. هو رح قالب لك ان هو ايه? جاب لك الكفاية دون. تمام? طب ام بقى ماشي ما فيش مشكلة ام بريفير كواليفايد. تمام كده? سكيلد. ام بلويز. اه سكيلد موليز. تمام? اه كلمة كفء بمعنى حاجة تكفي. اكل شرب كده. يعني كفاية كده اخطاء. طب ام بريفير كواليفايد سكيلد. ام بلويز. اجاب نفس الغلطة تاني. بقى لحظة بس ده لسه فيه غلطة تاني. تمام كده? اه تمام. اه تمام. اه 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 هو ار ايمون? تمام كده توورك اندر ديفراند فهم اوف بريفر. تمام كده هو يعني ان الاخطاء دية لو هي الوحيدة لكفت. وكده من انتهي الامتحان اللي كان جاء الوحيدة 11. لكن ان شاء الله يا شباب لسه لا يزال انان ان شاء الله العديد والعديد من فيديوهات الملحك بتاعك. شرح وحل تهديبات ان شاء الله انتظنا في المزيد. مع معلم خبير اللغة الإنجليزية بسرس عزة السلام عليكم الله وبركاته